قبل ما نبدأ اي حاجة يا جماعة اكيد مش محتاجين ننوه ان قداسة الانبياء استحالة توصف بتمثيل البشر لقصاصهم وسيارهم ولذلك هتلاقي فوتج من افلام عن الانبياء وده مش معناه ان انا بنقول ان ده النبي او حاجة معينة لا هذا فقط لخدم السرد الروائي للموضوع مش اكتر بينا نبدأ لو جينا نسأل نفسنا اسئلة وجودية زي ايه اكتر حاجات في الدنيا ممكن ما تكونش مريحة للبشر والله الاختيارات هتكون كتيرة ممكن الخداع الخيانة العنصرية الكره السرقة الاخ الاخ بس الافضع من كل الحاجات دي ان كل الحاجات دي تتضرب في نفس الخلاط وتخرج من ناس وفئة واحدة بس بتكلمك بدين والله بيعمل سوفت وير ابدت كل خمس دايق للمعتقد المزعوم بتاعه وهذا ما سنراه اليوم في صهيوني السينما المصرية السينما المصرية قدمت الفكر الصهيوني وصهيانت بعض الشخصيات في الافلام تكسيدا للقضية وكمان تكسيدا للفكر النابع من الشخصيات اللي في الحواديد دي في قالب سينماي وحواديتي بحت ولكن كان القالب ده مفهوم وصعب جدا نقول على القصص دي انها اسقطات ومن خلال مناقشتنا للحواديد دي زي ما طايت للحلقة بيقول هنتكلم عن الصهيوني نفسه ازاي هو شايفك اكتر ما هو ازاي شايف الارض دي واكتر ما احنا شايفينه ازاي طب ليه لان فيه مسؤول من جيش الاحتلال من كم يوم قال بكل صراحة العرب حيوانات بشرية الكلمة دي صعبة جدا ممكن الناس تفتكر ان هي زلت لسان وهي كلمة وعدت وخلاص احتلنا بصدق واخلاص ولكن في الرغي اللي هصدعك بيه شوية عذرني هنحاول نفهم المنطق بتاع الكلمة اللي ما بينكو صيد مقصودة دي المنطق بتاعها جاي منين وليه تقالت وليه هم شايفين كده وليه موسى شايف ان التكية دي بتاعته هو وصحابه بس دون العنباق الخلق موسى فسعد اليتيم ما هو الا تكسيد للحركة الصهيونية كان عايز يستولع التكية بناء على كلامه ان عضم جدوده مدفونة فيها وطبعا مش محتاجين نقول ان جده اللي يقصده ده هو سيدنا موسى الانبياء عموما بشكل عام اللي ربنا نزلهم على بني اسرائيل ومن ضق فهمهم لده توهم ليهم ان هم شعب الله المختار فعلا مع ايدن الاسكندرانية عندهم رأي تاني في الموضوع ده وعموما شعب الله المختار دي كان المقصود بيها ان ربنا اعطى مسئولية تحقيق رسالة الرسل على عاطق شعب معين لتحقيق رسالة ربنا على الارض ولكن ده مش معنى انك معاك كاس التمييز يعني حلتها ده انت خلت اصلا برسالة ربنا اكتر من مرة عشان كده ربنا بعت لكم كذا نبي وطبعا المشهد بيتكلم عن سيدنا موسى وملك داود وسيدنا سليمان والاخ الاخ من التاريخ والرسل ولكن المغزى منه مش سيدنا موسى ولا قصة انهم عصوا عوامره زي عصوا عوامر جميع الانبياء واختاروا انهم يعبدوا الدهب عن عبادة ربنا التكية وعظم الجد هو موضوع اكبر من كده بكتير عايزك تنسى وتسيب عظم الجد ده على جنب لان عظم الجد بيشير الى تاريخ اليهود ونبوءات مزعومة منهم برجوعهم للمكان ده تاني من مشهد واحد بس ممكن نفهم به جميع معتقدات الصهاينة من اول ما ابتدى الفكر الصهيوني لتيردور هيرتزل لحد يومنا هزا هتقسم المشهد ابو تالت دقايق ده على طول الحلقة عشان نقدر نوصل منه لزاي بيفكر موسى وصحابه موسى كان من اول الحدوطة الاخيرة كان عايز يستولع التكية وكل الاماكن المجورة ده غير انه كان اشترى بالفعل اماكن تانية واراضي حوالين التكية وبالمناسبة الاماكن دي لو هنتكلم كاسكات تاريخي هي اراضي كانت لوافدين لبنانيين وعرب ولكن في الحقيقة الفلسطينيين ما بعوش ارضهم لليهود اللي سكنوا غصبا عنهم ولكن خلينا في حلم التكية الحلم ده ما كانش وليد اللحظة موسى وصحابه ما قمتش الفكرة في دماغهم كده بين يوم وليلا ولا هبت في دماغه الفكرة وهو بيستبع ولا حتى الفكرة كانت ناخد جزء حرام سغنون قد كده ويبقى باسمه لا احنا عايزين نعرف الحلم الحقيقي لموسى هو وجماعته وازاي موسى عايز يكوش على كل حاجة مش بس من النهر للبحر لا من النيل الى الفراط ده نابع من ايه هل الدين بس والإله المزعون بتاعهم واللي احنا اصلا شايفين ان ما فيش رب ولا دين يقول الكلام ده ولا في حاجات اعمق من كده وقبل ما نبتدي نحكي في المحكي تعالى بس نوضح معنى كلمة تكية تكية هي كانت بتطلق بشكل او باخر في الفيلم عن القدس او ارض فلسطين ومعنى كلمة تكية باللغة الشعبية لو حنفسر معناها هو مكان عادي ولكن معناها عند الناس الشعبية لما حد بياخد المكان وضع يد وعافية وغصب واقتدار او يدخل عليك كده من غير لايحم ولا دستور بنقول له جري يا اخينا هو انت راخل تكية ولا ايه وما كان ملو الصحب يعني فدا كان تفسير بسيط عن معنى كلمة تكية ولكن التكية هنا كان لها صحاب ليعمل لك اصليين من الاف السنين ولكن بيجي موسى وصحابه من جميع عنحاء العالم كمستضعف على نياته ولاجئ وواحد عايز ماتوا يلمه زي بالضبط شيمون بيريز اللي دخل كلاجئ ومستضعف وكاتب قسم انه يتعهد باحترام فلسطين او جولدا مقير اللي عاشت لحد وقت كبير جدا بجواز سفر فلسطيني الى انه زي ما بنقول يا حلوة بانت لبتك بعد ما دابت اشرتك وبتباني النية الحقيقية للناس اللي جايين التكية دي انهم عايزين ياخدوها ويكتبوها باسمهم نبدأ كلام عن الحركة السهينية يلا بين سنة 1896 تيدور هرتزل قال في كتاب الدولة اليهودية واللي كان الهدف منه وانشاء وطن قومي لموسا وصحابه اللي يا حرام بيتعرضوا للاتهدات في اوروبا ومنبوزين ومشتتين في الارض وبالمناسبة وما كانش صاحب الفكرة دي من البداية فيه ابليكالتشير وموسا هس كان عندهم نفس الفكرة ولكن زي ما تقول كده هو طور منها وبدل عقيدة موسا وصحابه كلهم وعمل لها سوفت وير اوبديت كعادة دينهم اللي بينزل له اوبديت كل خمس دايق وعشان كده لحد النهاردة ممكن تلاقي واحد من ضمن جماعة موسا وصحابه بس هو ضدهم وبيرفع عالم فلسطين وبيقف احتجاجاتنا احنا وبيقف مظاهرات ضدهم هما عشان هما عارفين كويس جدا ان دينهم ما بيقولش كم الوهم اللي بيتباع للعالم ده هما عارفين كويس ان فلسطين ارض عربية وكل اللي حصل ده عبارة عن حركة سياسية بلتجية مش اكتر فهو عا تفتكر ان حتى لو قالولك على اصحاحة او آية عندهم ان ربنا امرهم بكذا يبقى تقول شوف اهو بيقولولي باسم الدين لا خالص الدين بالنسبة لهم لعبة بيدجنوا بيه شعوبهم عشان يعملوا كل الفضاء اللي بتحصل نرجع ليهم تالي العقيدة الاصلية بتاعتهم مترسخة على فكرة انتظار موسا وصحابه للمسيح المخلص وبعد كده المسيح المخلص ياخدهم والامهم يوديهم فلسطين ويحكم الارض من هناك وخلي بالك مش المسيح المخلص اللي يجي في بالك انت كمسلم او مسيحي المسيح المخلص بالنسبة لهم او المسايا او المسيح الدجال بالنسبة لك كمسلم او كمسيحي اللي هو هيكون العدو للمسيح المخلص المسيح بتاعنا حبيبنا احنا المفروض ربنا هيبعته من تاني عشان يقضي على فتنة المسيح الدجال او بالنسبة لهم بقى منتظر الحقيقي هو المسيخ الدجال اللي احنا اصلا ضده مش المسيح الحقيقي لان بالنسبة لهم المسيح الحقيقي اللي تنبأ به النبي دانيال وقال لبني اسرائيل عن نبوته وعن تخليصه الخطايا البشر كان لبني اسرائيل بالنسبة لهم مجرد شخص دجال مع انه احيا الموتى وابصر الاعمى وشفى الجرحة وكل ده كان اصاد عنهم ولكن موسى وصحابه وانكروا المسيح وظلموه ورفضوا تعليمه وملكه ليهم وفي النهاية صربوه ومن هنا بقى بنتعرف على اليهود الحقيقيين اليهود اللي رفضوا الرسل والانبية وقتلوهم واللي فيما بعد بوزوا كل مكان رجليهم خطت فيه في اوروبا عشان دايما عندهم دائشاتات اللي ربنا كذبوا عليهم من قديم الازل كانوا دايما عاملين زي الستات خربين البيوت اللي عادين على النواصي يلقحوا على اللي رايحة واللي جاية دايما كانوا بيعملوا عمليات استخباراتية في دول معادية للدول اللي هم عايشين فيها عشان يكسبوا بنتات حتى في التجارة والنظام المصرفي دخلوا نظام الربا في التعامل ما بين البايع والشاري والقروض وعملوا حاجات فيها حداثة محرمة في كل البلدان اللي عاشوا فيها من شرقها لغربها ياخدوا لحتى كانوا بيعملوا سحر في الدول اللي كانوا فيها بدرجة ان شعوب اوروبا من كتر نبزهم وكرههم ليهم لبسوا مرض التعون فيهم وقالوا ان هم سبب الوباء العالمي ده بس كده دي كانت من ضمن الحاجات اللي خلتهم منبوزين ومكروهين هم اغنيوا معاهم فلوس ومتحكمين في موازين التجارة وحاجات تانية ولكن لسه مسيحيين اوروبا شايدل لهم الكوارث السياسية والاقتصادية اللي بيعملوها زايد مش نسين ان هم بصلبوا المسيح برغم علمانية اللي اتنين وانكارهم اساسا لفكرة الدين فما تفتكرش ان حكام اوروبا زي بيبت الصالة على قورتهم ولا الشمامسة والقصصين ما بيفوتوش قدس الجمع والحد لا هم بس دجنوا شعوب اوروبا بفكرة صلب المسيح عشان يخلصوا من صداع ودوشة موسى وصحابه وصدروا لشعوبهم كم بلويهم وصالب المسيح عشان بس يخفوا اي نسبة تعاطف معاهم ودي كانت نظرة اوروبا كلها لسكانها اليهود الاغنية منهم او الفقرة كله تحط في خانة كذاب بيعة مغرور قال مش بتحبنا في يوم الايام هتلفوا الدور وتقطع قلبنا فوقتها في نهاية تساينات القرن التسعتاشر عرضت الحركة الصهيونية اختيارات من عدة دول عشان يوطنوا فيها جماعة موسى وصحابه الارجنتين قال لك خلاص بقت ملجأ وموطن لمهاجرين اوروبا المتريشين اللي بندور لهم على مكان بعد ما قضينا على الافرو ارجنتين اللي الحكومات تنصلوا منهم وما اعترفوش بارجنتينيتهم طب اغندا او الموزنبيك او دار افريقيا لا برضو اغلبهم محتلين من الانجليزي والفرنسويين طب نروح فين نروح فين هي فلسطين قال لك عشان التاريخ والماضي وان زي ما قال موسى عدم جدي مدفون هنا عدم جده اللي كان بمثابة طاريخه اللي هنا اتواجدوا هنا والههم المزعوم قال لهم تعالوا هنا شوف مع ان جدهم اتحرك في بلدان كتير زي مصر مثلا ولكن ساعتها مصر كانت تحت الاحتلال الانجليزي في نفس الوقت البريطان قالوا مش هيب نخلق قاعدة امبريالية لنا في الشرق الاوسط ونكوش على كل حاجة بقوا برضو لما يكون لنا قوة صديقة جنب قناة السويس ده حيساعدنا في التحكم في العالم كله عن طريق موسى وصحابه وسبحان الله هي دي نظرة امريكا ليهم دلوقتي نفس الذات نفس مش هي احمد من تولي زعمة العالم بعد الحرب العالمية التانية تولى مكانه الحاجة احمد ونفس طريقة اتباع السياسة المهم العثمانيين وقتها كانوا بيحكموا فلسطين وكان ساعتها حكم العثمانيين بيضعف وقرب انهار فيحصل نيع بالابتزاز من جانب تيودور هرتزل السلطان العثماني بتوطين موسى وصحابه مقابل اسقاط ديون الدولة العثمانية واخد لبلك اسقاط الديون ها خليك فاكرة عشان يعني احتاجها كمان شوية وساعتها السلطان عبد الحميد التاني بيرفض العرض اللي قصده فلوس الدنيا لسد الديون دي عشان دي ارض شعبه ملهوش انه يبيع ويشتري فيها وكمان السلطان نفسه ما كانش عنده مشكلة مع وجود يهود في الدولة العثمانية ككل ما هم موجودين كده كده في مصر والمغرب وفلسطين نفسها ومتجنسين ومتعايشين مع بعض عشان كده بيتهجروا يهود اوروبا شيئا فشيئا بشكل تدريجي غير معلن انه طبع الحركة السهيونية او عصابة بعينها مثلا زي الهاجانة زي ما حيحصل بعد كده وعلى مدد الشوف والتهجير ده حصل بشكل تكتيكي تخطيفي كده يعني مش تحتشعر تهجير سهيوني لا ده كان تهجير افراد قليلين بغرض المعايشة زي اللي عايشين بالزبط بعد ما السلطان رفض وجودهم بشكل تنظيمي ولكن الناية كانت مبيتة انهم رايحين يعملوا نفسهم مجتمعات منغلقة على بعضها عشان فيما بعد يحققوا هدفهم المزعوم وبين سنة 1896 لحد 1906 لفلسطين المكان التاريخي مجمع الاديان والانبياء وساعتها بنضرب عصفورين بحجر العمل على تهويد المكان وكمان دعم لنشر الفكر السهيوني في كل شعوب اوروبا عشان من بعدها يحصل وعد بيلفور ومن بعد تحركات الصهينة تفكيك الدولة العثمانية أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى وحل فلسطين من الحكم العثمانية عشان يتم إسناد ولايتها للإنجليز بعد ما كتبوا وتحطوا في المكان اللي كان عليه العين والنيني وبعد ما حرفوا في معتقداتهم صدقوا الكتبة بس زي ما قولنا هم ربنا مقامرهمش بكده كل ده كان كتب منهم ولحد دلوقتي بيدجنوا ناسهم عشان نفس السبب دينك وربك قالوا لك ان العالم كله بتاعك وان انت تعمل فيه اللي انت عايزه يا أخي ده حتى في العقيدة العسكرية بتاعتهم لما بيتسئلوا آخر مكان تعتبره بتاعك أو ملك حدودك فبيرد ديفيد بن جوريون ويقولك إجابة بسيطة آخر حدودي هو آخر مكان يوصل ليه آخر جندي من عندي وزي ما فيه تهمة فيه برضو بالنسبة لهم من اليهود المعاديين للفكر بتاعهم بيتقال عليهم هناك اليهودي المعادي لنفسه ايه هتكفر ولا ايه فبالتالي بيطلع كل جيل من عندهم أسوأ وأكثر فضاعة من الجيل اللي قبله في الوحشية وانعدام القلب وعموما في الرواية الحقيقية اللي موسى كان بيتكلم عنها ربنا قيلهم لما حيجي المسيح حيلمه هو شتات اليهود من العالم كله للمكان ده ولكن هم غيروا الرواية لانتظارهم هم للمسيح المخلص في المكان ده اللي هو لا لا تعال نعمله مفاجأة ونروح نستنى احنا بدل ما يجيلنا ويدور علينا نفر نفر وهو توفير نفقات زي ما انت شايف البنزين بيغلى كل يوم واللي هو كمة في تجاره التاريخ لان حسب التاريخ وحسب كتابهم هم شخصيا ان الموقع التاريخي اللي ربنا قيل عليه بالزبط ان المسيح المخلص حينزل فيه او ارض المعاد يعني اللي فرقين دماغنا بيها جغرافيا وتاريخيا وقبل ترسيم الحدود المفروض انه حيكون في اليمن وده طبقا لكتاب التوراة الحقيقية مكشوفة على حياتها الكتاب اللي كتب واحد من اتباع موسى وصحابه نفسهم اسرائيل فانكلشتاين اللي اسمه هناك اصلا ابو الاثار والكاتب التاني هو نيل ارشير سيلبرمن ولكن هم للمرة تسعة تلاف ومتين زيفوا حقيقين كلام ربنا كالعادة المعهودة وقالوا هو ده ما كنا فلسطين من النهر الى البحر وقايات واسححات بيتم ترددها في طبور المدارس الصباحي في عدد اصفار لا بأسة بها بتقول ان الرب قال لهم ان الارض دي كلها بتاعتكم خصوصا من النيل في مصر الى البحر في الفراط زي اية سفر التكوين اللي بتقول في ذلك اليوم انقطع الرب مع ابراما قائلا لنسلك اعطي هذه الارض من نهر مصر الى النهر الكبير نهر الفراط ولكن هم مصممين الكلام ده هيفضل موجود مدى الحياة لقاهم اليود بقينهم مش لفترة معينة مثلا نزلت فيها الاية دي وخلاص لان لو هم بياخدوا بتعليم دينهم فعلا كانوا امنوا بالمسيح علي السلام اللي انبوت اشعية وصفت طريقة مجيئه الام العزراء التحدث في المهد وانه جاي من ناس لداود والاخ الاخ ولكن هم تجاهلوا كل ده عشان كان معطل حياتهم الدنيوية والتجارية السيئة وتجرقوا على السيدة ماريم العزراء وحصل اللي حصل وطبعا مش محتاج اقولك انهم بيستدلوا بالتفاسير اللي تريحهم عشان يبرر ليهم اي عنف واي انتهاك هم بيفكروا فيه وان ده بيثبتلك ان وجودهم وزيادة السلطانهم اصله مش ديني اطلاقا انما اصله فكري فكري صغيوني بحت جاي من فرض امر واقع باضافات بهرات دينية لا تصمن ولا تغني من جوع واحد بقى حيسأل سؤال وجه ازاي رغم كم كراهية شعوب اوروبا لموسى وصحابه وخدوا كل الاراضي دي ووطنوهم في المكان التاريخي المزعوم ده رغم انه اوروبا عارفينهم عن ظهر قلب وده فعلا ممكن يصير شكك ويلفت انتباهك ايه اللي شقل بالحال ايه اللي خلى كل التعاطف والدعم ده مع موسى وصحابه برغم انه كله عارف ميته ايه انت ليه بتكره الناس فيك اكثر بهم بكرهوك الناس ما ما تغيرتني هيفضلوا عبيد الداهب وده اللي كلنا بنشوفه في علاقته مع الهلباوي اللي لسه هنحكي حكايته دايما كان موسى لازم للهلباوي وعلمه نظام تجارة غريب عليه رغم الفاتوانة اللي تربع عليها من صغره علمه الرأس مالية يجيب بضاعة ويخلي الناس تشتريها وتبيعها وهو يكسب ولا يتعبش ويعطش السوق واللي يقصاء زي ما هو عايز ويفتح الحنفية عن الناس برضو وقت ما هو عايز بكل بساطة الحب واللاف لفا اللي بنشوفهم طول الوقت عن توجيه حقوق الانسان على امن جماعة موسى وصحابه بس مش من اليومين دول بس لا ده من زمان قوي من ساعة ما اعلام اوروبا كله كان بيحاول ينشر الفكر الصهيوني ويغزيه عند الناس عشان يتقبلوا ويأمنوا بوجود كيان جديد وده كله مش نبع من الحب ايوة مش نبع من الحب اطلاقا مطلقا كل ده كان نبع من الكراهية البحتة اللي هو اطفش الناس دي بعيدة عننا باي شكل ممكن دخلونا نظام ربا وتأمروا على بلدنا بس في الاخر كان معاهم الدهب كانوا مسكين الانظمة الاعلامية والتجارية من على ايه برجليهم زي ما هم دلوقت بالظبط مسكين كل النظم الاعلامية في العالم كله وبرغم ده اللي كانوا عاوزين برضو كان وحصل واصبح كل يوم من بعد وعد بيلفور في 1917 التوطين بيزيد مع اشتعال حروب المانيا العالمية الاولى والتانية والصخط من كل حتة على موسى وصحابه مع الدعم الاعلام الكبير والدعم بالسلاح لعصابة الهجانة اول عصابة رسمية من موسى وصحابه بتتكون من 40 ألف واحد وجنود بريطان وبتبتدي اول عملياتهم في استوطان الارض من 1947 والاعلام الغربي ما بقاش عنده الا تلميع الحركة دي وكمان زي ما موسى كان بيقول كده لم يشمل جميع يهيدة العالم في المكان ده تحديدا عشان تاريخيته والالاخ الاخ اللي عدنا وزيدنا فيه وبيزيد الدعم من هنا وهناك من اجل خلاص العالم الغربي من مجموعة الحوش اللي عملوا لهم صداع دول في كل الحروب اللي دخلوا فيها ساعدوهم في حرب 48 حتى في حرب الأدوان السوريسي على مصر اللي قضها واقترحها مع فرنسا وبريطانيا كان مش ديان من باب خدوني معاك والاخرق نفسي وتم ارتكاب مدابح من ساعتها حتى يومنا هذا بعدد شعر راصل ديريا سين ناصر الدين التنطورة بيت الدراس وحيفة وعسعس واللد والرملة ويزور كل أسام المدن والأماكن دي بس كان في سنة 48 سنة النكبة اللي من بعدها وبعدها بتبني الأطماع وبتزيد وبتكتر عند موسى وصحابه الأطماع اللي ما كانتش بس على مستوى ان يتملك مكان مش من حق لا اني كمان أطمس واستميد في طمس هوية المكان ده وكمان استميد في إثبات اني حقق للعالم ان المكان ده بتاعي أنا بالتاريخ والحجج مش بتاع حد تاني كل الهدد اللي كان بيحكي علي موسى ده بيظهر بعضه حركات صهيونية للتنقيب في كل شبر في فلسطين عن أي حاجة تثبت بدليل عن خراب هيكل سليمان واللي اعتبروه ان حقق البراق اللي بيفضل يولولو فيه وسموه بعد كده حقق المبكة هو آخر جزء متبقي من مملكة النبي سليمان اللي كان بيحكمهم وتعمدوا يثبتوا الرواية دي لكل اللي في العالم انه هو ده مكاننا وده مجدنا وتحت منه لما نحفر زي ما موسى قال كده هنلاقي هيكل سليمان العظيم تحته مما يعني محاولاتهم لهدم المسجد الأقصى أيوة هي دي النية الحقيقية تمسو إلغاء أي حاجة وكل حاجة ليه علاقة بتاريخية المكان دا للمسلمين والمحاولة والاستماتة في إثبات يهودية المكان دا حتى زعيف هرتسج علم القصار الصهيوني واستاذ قسم القصار وحضارة الشرق القديم في جامعة تل قبيب قال في سنة تسعة وتسعين ان بعد سبعين سنة من الحفريات المكسفة في فلسطين علماء القصار اكتشفوا ان مفيش حاجة تثبت ملكية المكان دا لنا كل حكاية جدودنا مجرد أساطير ومفيش أي دليل عن ذكرى أي إمبراطورية في المكان دا لا لداود ولا لسلمان وغيرهم من علماءهم هما شخصيا إسرائيل فينكلشتاين وكاتلين كينيون وفيكتور سيجلمان كلهم أجمعوا أن كل الأقويل وكل الإرهاصات اللي بيزعموها لها هيدا من أول مخطط رجليهم أرض فلسطين عشان يثبتوا أن ليهم تاريخ أو أي أثر عائد عليهم هما مش على المسلمين أو حتى على مسيحيين المنطقة هو مجرد هراء ليس إلا وكل دا وموسى كان متودد دايما للهلباوي عشان يكتب له التكاية غصبا عن عين كل السكان إلا أن الهلباوي برغم كل جبروته وبرغم أنه كان خاتم في صباح موسى اللي أغنى وغرقوا بالذهب وقولوا لي مع كل دا كان مدرك قيمة القدس بالنسبة لسكانه الأصليين وبرغم أنه ملكوا الغالي والنفيس وكان بيبيع له طول الحدوطة هنا وهناك ويقسم معافي الأملاك في الرايحة والجاية إلى أنه شال إيده وما استجرأش يهوب من حتة أنه يملك موسى ملك التكاية ومش محتاجين نقول يا صديقي أن الهلباوي هنا كان بمسابة المجتمع الدولي اللي تم إغراءه على جميع العقود بالذهب زي ما قال موسى أنه الناس مهما كرهته هيفضلوا عبيد للذهب اللي عنده وسلطته وجاهه فتعالى بقى نعد سوا قرارات هلبوية الأمم المتحدة من سنة سبعة واربعين لحد النهاردة سنة سبعة واربعين قرار مية واحد وتمانين قرار متين اتنين وخمسين لسنة تمانية وستين قرار متين سبعة وستين لسنة تسعة وستين أنت تعبت ولا إيه؟ لا لا لسه إن شاف كده وركز معي قرار ربعمية ستة واربعين لسنة تسعة وسبعين قرار ربعمية خمسة وستين لسنة تمانين قرار 1322 لسنة 2000 قرار 2334 لسنة 2016 كل القرارات دي بقى أدانت وشجبت وعلت صوتها وجعارت جامد قوي على محاولات استوطان موسى وصحابه المتكررة لمنطقة الضفة الغربية والقدس الشرقية واللي هو عيب يا جماعة ما ينفعش نثبت ان المكان ده بتاعكم وما ينفعش نقول ان المكان ده عاصمتكم يا جماعة خلوا الناس يصلي الفجر من غير ما تقرفوهم يا جماعة عيب عليكم ما ينفعش نديكم الحتة دي خلوا عندكم شوية من اللحمة احنا فعلا سبنا لكم سبهلالة كده بس معلش يعني بتقول له شوية احنا قاصكتين على اللي انتو بتعملوه واحنا شايفين الانتهاجات كل يوم بتحصل لايف بس يعني مش كده قاصكت ناله ودخل بحماره بس يعني التكاية مقدسة وقف اسلامي للتاريخ وعلمائكم نفسهم يا اخواننا همر بقولوا كده يعني ايه يعيش البيجح على قفل مكسوف صحيح الى ان الهلباوي بزعمة المجتمع الدولي بعد ما اتغيرت قوانين اللعب وتغيير عدد لا بأس به من الانجليز بعد الحرب العالمية التانية لامريكا اللي هلباويتها ما عرفوش او ما استجروش ينسبوا العاصمة لموسى وصحابه فاتكرر امريكا في 2017 انها تعلن رسميا ان التكاية او القطس عاصمتهم هم وهي دي الباصة اللي بصاها الهلباوي الموسى علشان يعرف يجيب جون الهلباوي مش صدفة الهلباوي هنا حتى كان اسمه على مسمى على اسم ابراهيم الهلباوي اول نقيب محاميين في مصر اللي المصريين طلعوا مقولة او مثل عليه والله اقتلك واجيب الهلباوي نظرا لانه كان مراوغ وبيعرف يلبس الخير في الشر والشر في الخير وكان دايما بيترافع في القضايا اللي ممكن يجيب فيها براءة الايئات المدان ده حتى قام بقضية ضد فلاحين حدث الدونشواي الشهيرة وجاب لهم تهم جابت لهم يا اعدام يا سجن الهلباوي كان متواطئ للانجليز والتاريخ المصري الشعب يفتكروا بافزع الزكريات زي بالزبط الهلباوي في ساعد اليتيم اللي كان دايما يرشيهم في الرايحة والجاية عشان خايف منهم وكان مفكر ان ازاهم ممكن كان يطول موسى بس ازاي وعشان موسى على راسه فرخة وكله عايز يخلص من شره ويستغلوه في تكوين قاعدة امبريالية في منطقة الشرق الاوسط تتسلم الارض والتكية لموسى وصحابه ويفضلوا صحاب التكية وصحاب الارض لحد النهاردة منزوعين السلاح عشان لو حد من العرب اللي أقلم اننا ايما دول ضرب توبة وهو ملوش جيش نظامي معترف به في العالم يتقال عليه بكل سهولة ويسر شخص ارهابي ومن ساعتها والحد النهاردة وبعد تملكهم التكية وسط الزخم الاعلامي تم ارتكاب جرائم افضع من الجرائم المزهومة اللي قالوا الالمان والاوروبيين عملوها فينا وكل ما دا بتباني العجرافة في الكلام اكتر واكتر شعب الله المختار بقى ومن هنا بنعرف ازاي هما شايفيني وشايفينك انت مش انسان اساسا يا معلم لا تقول لي بحر البقر ولا تجيب لي سيدة مستشفى المعمداني ولا اي حاجة انت هتتنح نحلة عشان تصعب علي انا مش شايفك اصلا يا معلم دا لسه الناتين الكبير من يومين مستشهد بسفر سامويل الاول بمعركة قوم عمليك مع موسى وصحابه زمان عشان يبرر انه ينهي حياة اي طفلة او عجلة او اي دبة ماشية على الارض فبيقارن قوم تم الغضب عليه من قديم الازل مع شعب اعزل محلتهوش حتى كباية مية طر وعطشو حتى اطفالهم بيتولدوا بالعقيدة دي الفكرة اينا ان مخالفة فطرة النفس البشرية اللي مش محتاجة تعليم ولا دراسة ولا مدارس النفس البشرية هي نفسها عارفة الخير من الشر الصح من الغلط عشان كده مجندينهم نفسهم بتلحقهم احلام وكوابيس سيئة عشان الفضايع اللي بيرتكبوها نفكنا شوية من النظرة الدونية اللي من ناحيتهم لينا ونبص على ازاي موسى وصحابه شايفينا دلوقتي فهو بعيدا عن تملك موسى للتكية بالغصب والاقتدار الا ان بعد تسليم التكية لموسى وصحابه بمبركة كل هلبوية العالم بتباني الاطماع التوسعية اكتر واكتر يعني مثلا الخريطة اللي تعملت في 48 بتوسع اكتر لخريطة الحدود اللي ترسمت في 67 خلي بالك دي الحدود اللي معترفة بيها لامم المتحدة لحد دلوقتي يعني الخريطة اللي انت شايفها دلوقتي دي تعتبر انتهكات لحدود ارض العرب ولكن نحتيشكلمين يا جريح المقصود هنا ان التوسع ده غريزة عنده خلينا فكرك بالرأي الكبير اللي سات جموع ساسة موسى وصحابه وبعد السلام بين انوار السادات وموسى وصحابه كلهم قالوا بصوت عالي ادناهم الارض اللي هي سينة وخدنا منهم حتة ورقة يعني الارض اللي خدها في خمس ايام تمع فيها عمره كله وحفظها شبري شبري بالمناسبة وحفظه للارض قدل صغرة الديفرسوار اللي غيرت موازين حرب 73 وعشان كده خلت لي كلمة قيلة وحضور كبير في السلام بينه وبينك وصبحت سينة زيها زي اي مكان خطوا فيه وحطوا رجلهم فيه مكان كل ساستهم قالوا حنرجع له تاني في يوم من الايام اذا انت بتكلم واحد توسعي يعني يودا لما كان بيقول الهرم بتاعنا ما كانش بيقول رئاسات كده لا هو عنده اعتقاد انه فعلا بتاعه وزي بالزبط الكلام اللي قالوا ناحم بيجن وقت اتفاقية السلام زي ما بالزبط حنتكلم عن فيلم السفارة في العمرة بس بزاوية تانية الزاوية المعروفة عن الحدوتة هي محاكاة لسيناريو القضية الفلسطينية بالزبط اللي هو الاول كانت انها من دخوله من الشقة بارتيتة صغيرة وديوف ليس إلا وشريف خيري بيوافق والشقة بالديق تديق تديق لحد ما يكتشف انه بيقلوش فيها مكان زي ما بيحصل دلوقتي بالحرف ولكن الزاوية اللي حنشوف بها الفيلم في نقطة معينة عايزك تنسى بها القغية الفلسطينية شوية لأن الزاوية اللي شغالة اليومين دول هي زاوية الابتزاز زي ما شريف خيري تم ابتزازه بالزبط هو ضد فكرة تواجدوا معاهم ولكن اللي حصل حصل ابتزوه عشان يوافق ياخدوا منه حتة يدوب قد كده يعملوا فيها الحفلة عشان قال ايه مكانه مش مكفي الابتزاز اللي شغال دلوقتي شغال في سيناء لسكان غزة انزحوا انزحوا سيناء ارض مصرية وناس مسلمين زيكم اقعدوا فيها بس يدوب شوية لحد ما انطهر المكان الوحش ده من الوحشين اللي فيه وبعدين معلش يا معلم حب اكلمولك حاضر ونجيبكم تاني معززين مكرمين نفس بالزبط اللي ابتزازه اللي موجود في الاردن خدوا بس سكان الضفة شوية نص ساعة ولا حاجة هنخلص مصلحة كده وبعدين هنرجعهم تاني جامد قوي والابتزاز المرادي اللي شغاله وان مصر والاردن الوحشين ضد حقوق البناء ادمين اللي احنا بنحبهم مش عايزين يستضيفهم شوية وابتزاز واضح وعلني زي ابتزاز زمان للعثمانيين مقابل اسقاط الديون فده الدراع اللي تلوى بين ناس زمان وده اللي عايزين يلوى بيدراعنا دلوقتي كوراية ضغط عشان مصر تعتبر ديونها في السماء فهو عندك ملجأ لحل كل مشاكلك بتخليك عن حتة بس من الارقوشة للناس التعبانة دي وتبصلها بعين الرحمة والانسانية ومن بعدها يتقري على القضية عدية ياسين وتنتهي ولكن الناية المبياتة هي واضحة للعمة واللخرس واللطرش الناية الحقيقية هي اخناقة تحصل من جبهة الاردن فيما بعد لانه عارف كويس ان محدش هيسيبها الا على كفنه وتترمي توبة من سينة للناحية التانية فيقولك شوفي الولية هباشتني وانا بخنوقة هتقولش عدوتها وساعتها بقى نضرب هنا ونضرب هنا واعلنوا علينا الحرب والاردنيين شكلهم كده نوين على عوق معنا اتفضلوا يا اوروبا وامريكا شوفونا حل مع الناس الهمج اللي احنا عايشين معهم دول ويفضلوا العرب هم السيئين في رواية موسى واصحابه اللي مش عايزين يهنهم على نومة ولا يبطلهم جفن مرتاح يعيني ونفس الاعلام يطلعهم هم البلاك البريق ابو قلب طيب قوي ويوصلهم لاملهم المزعوم اللي فنيتهم اللي قولنا عليها من النيل الى الفرات كل حاجة تبقى بتاعتهم بس ده مش هيحصل ولا هيكون لان الموضوع سهل وبسيط الحقيقة دي سكريبت مكتوب من قبل ما انا وانت ننزل الدنيا النهاية مكتوبة هنتقسم فريقين فريق معا وفريق ضد والنهاية محتومة محتومة والقوي العافي محدش يقدر يأكل لقمته وانتو ما شاء الله قوتكو كل ما ده بتدان وبتزهر من عيل صغير ماسك توبة لا بتهش ولا بتنش اصاد عتاد ومعداد بمليارات بس ما بتحوقش مع حتة الطوبة دي عشان العقيدة نفسها غلط طفل اللي بيفضل اصاد الطيارات والغارات اللي بتزن اللي 24 ساعة بيقف باصص لها بعينه وكمان بيقول لنا نهاركم ايس كوفي اما اشيخ شايخ عند موسى وصحابه بيسمع بس صوت طيارات الانذار بيجري زي الفري يستخبه لان العقيدة مش موجودة الارض بتاعته مش حاسس ان هي بتاعته هتتاخد منه في يوم الايام وموسى وصحابه هيفضلوا خايفين ومشتتين ليوم الايامة عشان كده طوبة وصلابة العيل الصغير والمكان الصيني اقوى الف مرة من العتاد اللي مش قادر يواجه الطوبة الاقوى منه دي ابن فحطان كمان وكمان عشان في يوم الايام هتبقى سجن ليكم سلام عليكم